نشاهد الصور الأولية التي وصلتنا لإشتعال النيران إلى جانب أحد الطرق في المنطقة ماذا لديك من تفاصيل؟ بالفعل هذا ما وقع لحد الآن أو هذه البعلومات المتوفرة لحد الآن سمعنا دوي انفجارين على الأقل هنا في وسط العاصمة بيروت يتردد صداه في أرجاء العاصمة بيروت لكن يبدو أن هذه الغارة استهدفت محيط منطقة السعديات بين السعديات والجية فلم تتضح بعد المعطيات الأولية حول هذا الموقع المستهدف ولماذا تم استهدافه ولا حجم الأضرار في الوقت الحالي لكن ربما ستتضح الصورة أكثر فأكثر مع مرور الوقت نحن الآن منتصف الليل بتوقيت بيروت وما زالت المعطيات لم تتضح بعد لكن هذا القصف يستهدف منطقة السعديات والجية جنوب بيروت بحسب المعلومات التي ترد للآن وكان صوت الانفجار قوي جدا سمع من هنا على مرتين على الأقل متتاليتين تردد صداه هنا في أرجاء العاصمة بيروت تأتي هذه الضربة القريبة من العاصمة بيروت بعد الغارة التي شنتها طائرات إسرائيلية ومقاتلات إسرائيلية مساء أمس على الضحية الجنوبية في بيروت والتي أدت إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة عشر آخرين بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في الاستهداف الذي ذرب مبنى مكون من عدة طوابق استهدفت طوابق العلوية تحديدا الآن ننتظر ربما حتى تتضح هذه الغارة التي شنت مجددا على بلدة السعديات جنوب بيروت وعلى ما يبدو بأسلحة تقيلة تكون هناك مقاتلات بحسب الصورة الأولية التي تصل أعمدة الدخان ارتفعت بحسب الصور التي تصلنا ويبدو أنها أسلحة تقيلة بمقاتلات ربما من طراز F35 كما جرى اليوم في الضاحية الجنوبية ترد المعلومات ربما اتباعا عن هذه الغارة بعدما ارتفعت أعمدة الدخان واشتعلت النيران في هذه المنطقة المستهدفة ويبدو أنها أيضا بناية في هذه المنطقة تحديدا صدى الانفجارين ترددا هنا في العاصمة بيروت وهذا يدل على قوة هذا الانفجار وما زالت الأنباء أو المعلومات تصل تباعا لكن سنتأكد أولا بأول إن كان هناك خسائر ربما في إن كانت مادية أو في الأرواح جراء هذه الغارة التي تأتي بالقرب من العاصمة بيروت هذه المرة بعدما كانت الضاحية الجنوبية استهدفت مساء أمس في غارة أدت إلى استشهاد ستة أشخاص وأضرار جسيمة بالمبنى لأنها أيضا شنت بطائرات مقاتلة وهكذا هو الحال ربما في هذه الغارة التي تصل المعلومات عنها شحيحة لحد الآن نظرا لأن التوقيت هنا يقارب الواحدة صباحا في بيروت وأعمدة الدخان كما نشاهد ما زالت تتصاعد من الموقع الذي تم استهدافه في منطقة السعديات بجنوب العاصمة بيروت نعم